السلام عليكم ورحمة الله. أعطيكم العافية. نكمل إن شاء الله محاضراتنا بخصوص السامبليك تكنيك. نحن نقوم بعمل في الـ Probability Sampling والمرهد إن شاء الله حسنا. إذن في الـ Non-Probability Sampling اختيار العين يكون بطريقة غير عشوائية زي ما أخذناها في الأربع عنواء في الأربع أقسام المرلفات في الـ Probability. وـ Non-Probability Sampling is mainly used in Product Testing, Name Testing, Advertising Testing. لما أنا بدي شغلة بدي أدفحة الشغلة خاصة في الـ Pilot Testing. لما أنا بدي أعرف general ID about population. ما بديش precise information, precise knowledge. ممكن أتجه باتجاه Non-Probability. وهذه غالباً إذا بتلاحظوا أنتوا دراسات الاستطلاع دائماً بتتبع هذه المنهجية في اختيار العينات وتكون Non-Probability. بنفعش دراسة الاستطلاع لا يستخدم Certified Simple Random. لا. هو بيبشي في الشارع مثلاً. بأي واحد يقابل في الشارع يقول له ممكن لو سمحت تعبيدها للإستطلاع معاك. نعرف وجهة نظرك. هو أفضل طريقة للمضاهر. أول عنوان أول Type في Non-Probability Sampling هي Convenience Sampling. وكلمة Convenience معناها عينة سهلة الوصول إليها أو عينة قريبة من يدك كباحث. أنا سهلة الوصول إليه. Easy to Access. في Convenience Sampling إلى أسماء أخرى يعني ممكن تسموا أيضاً Accidental Sampling أو Grape Sampling أو Opportunity Sampling. Opportunity Sampling. Grape Sampling. Accidental Sampling. تمام؟ يعني مثلاً أنا لو بدنا نأخذ مثلاً القواليتي بدأ دروس القواليتي أوف لايف للختيارية اللي عندنا في قطاع غزة. وإحنا عندنا حوالي تقريباً ثلاثة في المئة ختيارية. أعبارهم خمسة وثلاثين سنة فما فوق. وموزعين على على 2 مليون من الشمال للجنوب. طيب أنا لا بدأيش أعمل من لون Pro-Probility Sampling بدل ما أروح وأخذ عينة من الشمال ويطلع العينة من الشمال والجنوب. لا طالما مثلاً أنا سكان الوسطى بأخذ عينتي من الوسطى من الحوالية. ما بدأ أدعب حالي. إذا العينة مكتملتش ببعد شوية اللي بعدها. إذن فبختار أنا العينة من هم حواليه وسأسهل الوصول إليها. هايها Convenience Sampling. طبعاً أنا مفترض أنه الـ population كله هموجينوس. عشان هيك إيش؟ عشان هيك يعني بأخذ إيش عينة القريبة مني. في النون Pro-Probability Sampling دائماً دائماً الـ researchers هو اللي بيختار. ما عدا في طايب واحد. طايب واحد هنيجي عليها اللي هي الـ Judgmental أو الـ Purpulsive Sampling. الاختيار الأول فقط بيكون الباحث بعديها. بعدها بيكون حسب العينة نفسها أو الشخص التحت الدراسة هو من يدل على أشخاص آخرين هنيجي عليها لاحظ. هاي مثال الآن أنا أفترض الباحث شايفينه أنتو باللون الأحمر. الألوان الباقية الثانية هؤلاء هم الـ Uncapital Population. الآن أنا مثلاً بدي أربعة. طبعاً لو بدأت تبعي الـ Random Sampling. مثلاً بطبق أي طريقة ممكن يطلع لي الأخضر اللي أعلى أقصى الـ Corner لفوق. هاي أربعة. لكن Convenience Sampling يعني هيطلع لي من يمين وشمال وشمال وجنوب. Convenience Sampling أنا بأخذ لي حواليها. هاي عينة سهلة. عينة سهلة الوصول إليها على افتراض أنه كل المجتمع الآن هذا كله الـ Uncapital homogenous. ماشي؟ فهي عينة easy to access سهلة الوصول إليها أو قريبة مني. طبعاً لها برضو disadvantage كتير يعني مش ملهاش. وله العلم Convenience Sampling برضو ممكن تستخدم في الـ Quantitative Research. في الـ Quantitative و الـ Quantitative. ممكن تستخدم في الـ Quantitative أيضاً Research. الججمينة Sampling أو تسمى أيضاً Purpulsive Sampling أو Authoritative Sampling. هنا اختيار العينة حسب معرفة أو حكم الشخص أو حكم الباحث. الآن الباحث بأيها هي عية أعتقدها. هذه العينة معناها انتقائية. ومعناها أنه الباحث يعتقد أنه هذا فلان وهذا 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 هم من يستطيع أن يجابوا على السؤال البحث التبعي. هم من يستطيع أن يفيدوا أو يغذوا برضو إيش موضوع البحث التبعي. هذه العينة وهذه الطريقة very useful أو منتشر كثير في الـ Quantitative Research. في الـ Quantitative Research. عندما تعمل Interview مثلاً أو Focus Group. Focus Group يعني تعمل حوار جماعي تقريباً. مش عاربش باللغة العربية. طيب. إذن في الـ Quantitative Research Judgmental أو Purpulsive Sampling. بسمية عينة انتقائية. مثلاً. لو أنا بدي أدرس ناس التمييز العنصري في المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي فيه ناس فيه مجتمعات كثير. فيه الأمريكان العرب. الأمريكان الأفارقة. اللاتينيين وما شاء الله. الأسيويين. فيه الأمريكان أصليين. لو أنا بسلاً أخدت كل المجتمع وحطيت من بينهم الـ Indigenous الأمريكان الأصليين. ربما مش هيكون كثير يعني هادف هادف العينة أو مش هتكون معبرة. لأنه فيها ناس بسموهم سكان أصليين ولا يمارس بحقهم التمييز العنصري. لكن لو أنا روحت فقط على الأمريكان الأفارقة. هذول من هم بيعانوا. آه حنيتها هعرف بالضبط تماماً إيش وضع التمييز العنصري في المجتمع الأمريكي. فبروح بقول آه هم الأفارقة الأمريكان هذول هم أكتر ناس ممكن يفيدوني في موضوعي. إذا أنا إيش سويت؟ انتقائية. أنا الباحث قدر واعتبر إن هذول ناس صاحب خبرة أو عندهم ممكن يفيدوا إيش الموضوع تبعي. طيب هاي مثال عليها الـ Research هو اللي بيختار. Researcher هو اللي بيختار برضو. الكوتا سامبلنج. الكوتا سامبلنج يعني هي تقريباً تختلفش عن عن الـ Certification أو Certified Sampling. لكن اختيار العينة في الكوتا بيكون طبعاً تمثيلي وليس بشكل عشوائي. يعني كيف؟ مثلاً بدي أشوف مثلاً رضا الناس. خلينا على المجتمع الأمريكي. بدي أشوف رضا الناس على الخدمات الصحية في أمريكا. إيش بيسوي؟ بقسم المجتمعات في أمريكا إلى إيش؟ طبقات أو كوتا بسميها. الآن لأنها لما تكون راندم سامبلنج سميتها Stratified. إذا بتكون لون راندم سامبلنج عملتها كوتا. فأنا قسمتها لكوتات. لأنه حد أختار جوال كوتا عينات الأفراد بطريقة غير عشوائية. فقسمتها لكوتات. أو بتعتبروه Strata يعني. يعني هو نفس المعنى. فالكوتا اللي هي عرب الأمريكان العرب الأمريكان اللاتينيين الأمريكان الأسيويين الأمريكان الأفارقة والإنتيجنس الآن بين كل تحت كوتا أو ستراتا أخترت بطريقة غير عشوائية. حيّى لها أتنين ثلاثة من هن تلاتين من هن عشرين من هن اربعين؟ إلى أن جمعت المئتين تعاتي. وبدأ عملهم دراسة وأعرف رضى الناس عن خدمات الصحية في أمريكا يعني واضح المثال هذا؟ طيّم سنوبول سامبلين. سنوبول سامبلين. سنوبول سنوبول معناها كرة التلج وكلما تدحرجت وكلما زادت في حجمها وكبرها وكذلك نفس الشيء في الدراسات البحثية السنوبول عادة تستخدم برضو في الـ Qualitative Research عند المواضيع الـ Very Rare اللي أنا مش قادر أو أنت مش قادر تحصي فعلاً عدد السبجيك مش قادر تلم سبجيك كتير لكن ممكن واحد يدلك على واحد واحد يدلك على واحد إلا أن إيش تخلص عينتك وقلنا زي ما قلنا أو زي ما حكينا أنه هذه تستخدم في الـ Rare Topics فالباحث أول واحد يختاره بطريقة عشوائية مثلاً تجارة المخدرات يشوف كيف الحياة أو كيف طبيعة العلاقة بين تجار المخدرات الآن في مجتمعنا مثلاً فأغزة مثلاً إحنا ناشر الظاهرة هذه أو إذا فيه يعني لك مش ظاهرة أو عيب يعني عيب أن تبين فمحدش يعرف يعني كل ما يشتغل بتخفي طيب لو بدأ روحنا بسي على واحد أختاره طريقة عشوائية ودعم المعالقاء بعد ما أخلص معها أقوله ممكن لو سبحت تدني على أحدا فهو حيد دني على ناس وواحد يدني على اثنين وواحد يدني على ثلاثة وهكذا 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 كل واحد يدل على ثاني هاي سنوبول تتدحرج من واحد إلى واحد الباحث بيختار بس فقط أول واحد بعدها يليها السبجكتور بيختار من يليه بيختار اثنين ثلاثة وما شاء هاي زي ما احنا شايفين الأبيض العشمال اختار واحد طريقة شوائية اختار ثاني واحد اعطاه ثلاثة وانت سماله واحد هذا سماله اثنين هذا سماله واحد وهكذا إذن من البداية تتضع في مصطلحات المحكمة بحيث عن المحكمة تتضع في بالك طبعا المصطلحات المصطلحات طبعا حنها قبل هيك اللي هي الـ والـ والسامبل و تحط في بالك برضه عدة اعتبارات عشان تكون بحثك طبعاً موثوق فيه و النتائج موثوق فيها تستخدم شو نوع سامبلنج تكنيك تستخدمها تروح باتجاه راندم أو نون راندم سامبلنج حتى تستخدم اعتبار عندك الفيزيبليتي كريتيريا اللي تذكرين اخذناها قبل هك الوقت و الوقت و الافيليبتي و الاسبت و ما شابه حياناً انت لما تكتب بحث اول ما يقيم تطلع على المتدول لجتاعتك و يشوف عينتك كيف اذا كانت عينتك او بحثك بحثك يمكن تحقيقه باستخدام نون راندم سامبلنج و انت استخدمت نون عافل اذا كان بحثك يمكن تحقيقه باستخدام راندميز سامبلنج و انت روحت باتجاه نون راندميز سامبلنج طبعاً هذه عليها بيج كوستن مارك و هذه تعتبر ادفانتج او لميتيشن للبحث تبعك و قد ممكن يصير في علامات استفهام على الفايندينج تعتها الله اعطيك العافية و موفقات ان شاء الله